عن وضاء ثورة كورونا بهدف تحمية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضها للخطر وقد تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعامل العيش والفئات الأكثر عرضها للخطر وقد تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي وصورا إلى اقتصاد قوي مستدام وشامل ومتوازن وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحا للجميع وتيت الظروف لتحقيق التنمية المستدامة وهم من ذلك أننا قد نجحنا في تقديم رسالة ستبعث بالإطمئنة والأمل لمواطنين وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الخزامي بهذه القمة والذي تشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له وما كان ينتظر انتظر للعالم مننا وهذا الإنجاز اليوم يعد تكليلاً لجهودنا المشتركة في أنعام مليم بالتهديات وسوف يكون توجهنا بجهودنا الجامعة الجامعية والفرق والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا جهالياً وبالنظر نحو المستقبل فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل الآفاق الجديدة على إرساء الأسس للتحقيق الهدف العام لنا وهو الأقتنام فرصة القرن الحادي والعشرين للجميع وناظراً لمكانة المملكة الأقليمية والدولية والموقفنا الفريدي يربط بين ثلاث قارات يشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة إن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي وإيجاد الحلول لأكثر التحديات العالمية الحاها في القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركائنا في مجموعة في المجموعة وفقية الدول إن هذه المرة الأولى التي شرت فيها شرت فيها المملكة السعودية بتولي رئاسة مجموعة العشرين وإن كان عاما مليئا بالتحديات الكبيرة لأننا وبدعمكم قد تمكننا من ارتقاء من سؤال التحدي وود هنا أن أعلم عن خارس انتناني لشركائنا في الدنيا الثلاثية الترويكا في إيطاليا واليابان على مساعدهم لأننا في تحقيق برنامج هذا العام ويسرني الآن أن أقل شرف مسؤولية إضافة لأساس مجموعة العشرين في عام 2021 إلى إيطاليا متمين لها النجاح في ذلك ونحن علىها أفضل الاستعداد لتخديم العون بأي شكل ممكن والآن أدعو دوت الرئيس الوزراء إيطاليا يوسيبي كونتي لتخديم كلمته والسلام رئاسة إيطاليا في مجموعة العشرين تفضل دوت الرئيس الوزراء مجموعة 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 مجموعة